اشتركوا في القناة وعيننا جميعا اخوة المشاهدين ومتتبعين قناة أزيز تازي القناة لنريد أن ننشر الخير اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال إذا مات ابن آدم قط عمله إلا من ثلاث صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له واسألوا من الله جل وعلا أن ولو مرة واحدة في العمر أن أصل إلى إخوتي ولو آية قرآنية تكون صحيحة أو حديثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية ولو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشرحه أتمنى من الله ولا أريد أن أكون عالما أو شيخا أو لأن المسؤولية فوق عاتقي تكون مسؤولية كبيرة لأن أول من تبدأ بهم النار يوم القيامة العلماء إذا لم يخلصوا في الدعوة إلى الله جل وعلا إذ لم يخلصوا في الدعوة إلى الله لأن هناك علماء يبحثون عن العلم من أجل الشهر أو المادة ولا حول لقوة إلا بالله واسألوا من الله جل وعلا أن يلقين بالعلماء الربانيين وقلوا لإخوتي الربانيون هم الذين يربون الناس على ما لديهم من العلم أسألوا من الله جل وعلا أن يهدينا ويزدنا في العلم إخوتي هناك بعض الفيديوهات على اليوتيوب هذا هو الموضوع الذي نريد أن نهضر فيه اليوم هذه الفيديوهات التي تلاحق على اليوتيوب كي نضو أصحاب قانوات ينقلون لنا أدعيه ويقولون هذا تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قاله مرة واحدة تكفي وهذا الدعاء هو الذي بك له إبليس أو هذا الدعاء تبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاله فرج الله همه وأغنى فقره وقاد حاجته ولا حوله لقوة إلا بالله فبحثنا في صحة هذا الحديث فلم نجد له صحة وسألنا أهل الخصاصي وقالوا أن هذا الحديث لا مكان له في أقوان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ولم يتبت على أصحابه ولا على تابعين ولا حتى عن العلماء فلا حوله لقوة إلا بالله علي العظيم هؤلاء الناس الذين يدعون أن هذه الأحاديث تابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول لهم إذا كنتم تتعمدون أن تقول لنا بأن هذا أو تنقلون لنا أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأجل أن تكسبوا الحسنات أو تزيدوا في أجركم فإذا كنتم لا تعلمون فأقول لكم يا إخوتي إذا كنتم لا تعلمون عن الخطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وإذا كنتم متعمدين في رفع هذه الفيديوهات على اليوتيف فأقول لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبا هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقاذه من النار يا إخوتي إذا كنتم كما قلت أولا إذا كنتم يا إخوتي متعمدين في رفع الفيديوات فأقول لكم يا إخوتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبوأ مقعده من النار وأسأل من الله جل وعلا يا إخوتي أن يرينا الحق ورزقنا اتباع إخوتي نقلت لكم هذا الفيديو لأن هذه الفيديوات كثيرة 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 وأسأل من إخوتي الذين يريدون أن يقرؤون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحبهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو يحبون أن يدعو الله جل وعلا فهناك أدعية مشروعة وتابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كتب صحيحة يا إخوتي لأن هذه الفيديوات في غالب الأحيان تكون خاطئة 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 وأقول قولي هذا يا إخوتي وأسأل من إخوتي الدعاء وأسأل من الله أن يهدينا يا إخوتي جميعا إلى طريقه